قمة نادرة للشرعية دون مخرجات واضحة ترأس الرئيس عبد الرب منصر هادي الخميس اجتماعاً شارك فيه نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية حول الاجتماع تضمن إشارات فحسب إلى الأجندة التي بحثها هذا الاجتماع ومنها أنه وقف أمام القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات وأفاق السلام وسوب لإنجاح اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية مضى وقت طويل على اجتماع بهذا المستوى في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات خطيرة للغاية إحدى أهم هذه التطورات يتعلق بالمخاطر التي تحيط بمركز النفوذ الرئيس للسلطة الشرعية في محافظة مارب كما يأتي هذا الاجتماع وسط ضغوط مارستها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتين غريفث على السلطة الشرعية بهدف دفعها للذهاب إلى مشاورات شاملة مع الحوثيين دون شروط مسبقة رئيس الحكومة بدوره عاد من العاصمة السياسية المؤقتة التي يهيمن عليها الانفصاليون وسط أنباء تحدثت عن فشله في الاستمرار ضمن سياسة التعايش الحذر مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات قدم نائب الرئيس تقريرا حول الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف فيما قدم رئيس الحكومة تقريرا عن جهود حكومته وعملها الميداني خلال الفترة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة والتي تركزت حول تقديم ما وصف بالاحتياجات الخدمية وتأمين صرف المعاشات في تلك المحافظات بشكل منتظم لكن ما صدر عن هذا الاجتماع لم يقدم انطباعات مفيدة بشأن مخرجاته وما قرره الرئيس ونائبه ورئيساء البرلمان والحكومة حيال هذه التطورات الخطيرة وعما إذا كان الاجتماع قد بحث تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض رغم الفشل الذي واجه الشق الميداني العسكري والأمني من هذا الاتفاق لم يخاطب الرئيس هدي شعبه بما يجري كعادته ولم يكترث لتساؤلاته بشأن ما يتعين عمله لمواجهة هذه الموجة من التهديدات الوجودية التي تطال المشروع الوطني وحوامله السياسية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر